ومن جانبها أصدرت دائرة اللاجئين في مجلس كنائس الشرق الأوسط بياناً أشارت فيه إلى أن إبقاء هذه المأساة الإنسانية في غزة دون حل لن يجلب السلام إلى الشرق الأوسط وأظهر البيان عدم مبالاة العالم اتجاه الظلم خاصة بعد عام من الدمار الذي لا يحتمل والمعاناة المستمرة وتفاقم الكارثة الإنسانية التي شوهت غزة وفلسطين ولبنان إلى حد لا يمكن وصفه بالكلمات كما أن هذه الحرب لم تدمر فقط المباني بل كشفت أيضاً عن فشل العالم في الحفاظ على أبسط حقوق الإنسان الأساسية وأظهرت كيف يتعامل العالم بمعايير مزدوجة لتطبيق القوانين الإنسانية الدولية وبينت دائرة اللاجئين أن حصيلة الخسائر البشرية غير مسبوقة وكارثية خاصة على الفئات الأكثر ضعفاً كالنساء والأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن الذين تحملوا العبء الأكبر من العنف